بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى الإصلاح بين الناس عبادة عظيمة تنزع الغل والحسد والحقد من القلوب وتؤدي إلى التآلف والود والطراحم والحب وزيادة المحبة والألفة بين جميع الناس الإصلاح عبادة يتقرب بها الإنسان إلى رب العالمين أمر المولى تبارك وتعالى بالإصلاح بين جميع المؤمنين قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين وأمر بالإصلاح بين الزوجين فقال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وأمر بالإصلاح بين الأفراد فقال سبحانه ولا تجعلوا الله عرة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وأمر كذلك بالإصلاح بين أصحاب الحقوق والوصايا قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم وعلى المصلح أن يحسن النية وأن يعدل وأن يفكر وأن يتروى ويتأنى حتى يقيم العدل وأن يتق الله ولا يتعجل وعلى الناس أن يفتحوا له قلوبهم وأبوابهم وأن يستمعوا بإنصاط لكلام الله ولأقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه الإصلاح قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما روي عنه من حديث سهل بن سعد قال اختلف أهل قباء واقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بنا نصلح بينهم وفي رواية سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لأبي أيوب ألا أدلك على تجارة قال بلى قال أن تصلح بين الناس إذا تفسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل أفضل من الصلاة وإصلاح ذات البين الإصلاح طريق الأنبياء ورسالة الأنبياء فها هو المولى تبارك وتعالى يذكرنا على لسان سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام فيقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيم إذن على كل مسلم صالح تقي أن يسعى في الإصلاح بين الناس وأن يسعى في صلح المتخاصمين وأن يحاول بكل جهد وبكل ما أوتي من قوة أن يتق الله تعالى وأن لا يسمع إلى أطرف واحد وإنما يستمع إلى جميع الأطراف وينصد بكلام الله وبفعل وفكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم ينوي فيما بينه وبين نفسه أن يكون الصلح وأن يكون الكلام وأن تكون الجلسة كلها لوجه الله تبارك وتعالى قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بهذه الطريقة ننزع الحسد وننزع الغلة وننزع الحقدة من القلوب ومن الصدور وننشر الألفة والمحبة والود والترابط بين أركان المجتمع وبين سائر المسلمين لأننا في حاجة ماسة أن نكون قوة وأن نكون على صف رجل واحد وعلى قلب رجل واحد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ثم بيّن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أهل الإصلاح الذين يسعون في الإصلاح بين المتخاصمين ويسعون في الإصلاح بين الناس ثم يبتغون بهذا الكلام وبهذه الأفعال وبهذه الأوقات وجه المولى تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى